معنا من القدس الكاتب والباحثة السياسي السيد شلومو قانور أهلا بك سيد شلومو معنا على سكاي نيوز عربية إذن سيد شلومو الخامس عشر من سبتمبر الحالي سيكون موعد التوقيع في البيت الأبيض ما بين دولة الإمارات والجانب الإسرائيلي كيف يتناول جانب الإسرائيلي هذا الموعد كيف يترقب أيضا الطبقة السياسية في إسرائيل لتوقيع هذه المعادة في الخامس عشر من سبتمبر المقبل يوم تاريخي وإسرائيل تنتظر هذا اليوم وهي تحضر نفسها للاحتفال بثالث معاهدة السلام إسرائيلية مع دولة عربية وإلى جانب جمهورية مصر العربية والمملكة الهاشمية الأردنية تنضم الآن دولة اتحاد الإمارات العربية وأعتقد بأن الحبل على الجرار الجانب الإسرائيلي يستعد نيتانياو شخصيا سيترقص الوفد الإسرائيلي الذي أخذ بالتبلور الآن وسيتوجه إلى واشنطن إلى حدائق البيت الأبيض لحضور المراسم ستصبك طبعا هذه المراسم اللقاءات كالمعتاد في أروقة البيت الأبيض ومع الشخصيات المختلفة التي ستحضر هذه المراسم منها شخصيات دولية وشخصيات عربية من بينها علمت أن رئيس الحكومة البريطانية الأسبق توني بلير سيكون بين الضيوف إلى جانب عدد آخر من الشخصيات العربية ومن ممثلية السفارات العربية التي لا تقيم علاقات مع إسرائيل ستحضر الاحتفال وذلك أعتقد أن هذا سيكون يوم تاريخي وسينضم إلى قائمة التاريخ الهامة في تاريخ من طبقة الشرق الأوسط طيب سيد شلوم ما الذي سيعقب اتفاق معاهدة السلام طبعا من ناحية التوقيع من الناحية الإجرائية ومن الناحية أيضا الدبلوماسية وبالجانب الاقتصادي في نفس التوقيت أسبوع بعد التوقيع بعد مراسم التوقيع أي في الثاني والعشرين من الشهر الجاري اشتادت أصل إلى إسرائيل وفد إماراتي مهني لاستكمال المحادثات التي بدأت في الأسبوع الماضي في أبوظبي لحول العديد من الاتفاقيات منها الاتفاقيات الاقتصادية العلمية الزراعية التكنولوجية المختلفة وأيضا موضوع القوامة العلاقات الدبلوماسية أي كل الترتيبات المتعلقة بفتح السفارات التي متعلقة أن تتم في غدون شهرين القادمين علينا نصفر بأن إلى جانب هذه الزيارة الهمة للوفد الإماراتي سيتم خلال هذا شهر تسيير الخطوط خط طيران يومي بين دبي وبين تل فيف بين مطار بن جوريون الدولي وذلك إلى جانب بدء شركة العالي الإسرائيلية بتسيير خط أسبوعي لنقل البضائع الزراعية من أوروبا وإسرائيل إلى دولة اتحاد الإمارات كل هذا يندرج في إطار إرساء الحجر وبدء التعاون والنقلة النوعية التي نشهدها في هذه الأيام أي الانتقال من علاقات خفية كانت مستمرة ووثيقة طيلة الخمسة وعشرين سنة الماضية إلى علاقات متينة علنية وقوية لمصدحات الشعبين علينا نسكر بأن في أمس وصل إلى دولة اتحاد الإمارات وفد من كبار المصارف مدراء المصارف الإسرائيلية هنا البنوكة الإسرائيلية وتم فعلا بدء تشغيل المعاملات المصرفية بين الدولتين أعتقد أن هذه حجر الزاوية للعلاقات الاقتصادية العلانية بين البلدين أشكرك من القدس الكاتب والباحث السياسي سيد شلومو جانور شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك